مساء الجمال مباراة الاهلي وافسي مصر مباراة مش عايزين نقول عليها مباراة دوري ممتازة ورسمية زي ما اتفقنا مباراة حتى في ماتش طنطة والزمالك ان الدوري خلص رسمي خلاص والاهلي خد الدرع رسمي فخلاص يعني ما تحسش ان الماتشاط اللي جاية كلها الا بقى ماتشاط اللي هي الصراع مثلا تلاقي دجلة بلعب الحرس يعني الفرق اللي هي بتصارع وزي ما احنا شايفين ان افسي مصر وطنطة تقريبا خلاص 99% هم الهبطوا فاضل بس الفرقة التالتة اللي معاهم ما بين بقى دجلة والحرس والفرقة دي ممكن تكون هادي الماتشاط اللي فيها ندية وفيها حماس وفيها لكن احنا زي ما شوفنا النهاردة يقول بقى ماتش تجهيز اللعبة البعيدة ماتش الوقوف على مستوى لعيبة فرص بيدي فرص مثلا الفايلر بيجرب زي التجرب الغريبة اللي عملها النهاردة موضوع احمد فتح انه بيلعب مهاجم ميمين دي حاجة غريبة جدا انا في الاول قلت انه هو بيدي الفتح لياقة مباريات مع هاني يكسب بدل ما يلعب فتح مثلا مساك وهاني باكي مين او يلعب مثلا فتح باكي مين وهاني قاعد احتياطي لأ هو عايز يجهز التلاتة مع بعض فلعب ياسر ابراهيم وربيعة اتنين مساكين وهاني باكي مين وفتح مهاجم طرفي مين قلت خلاص هوانيته ان هو بيدي لياقة بدنية لياقة ماتشاط واللياقة المباراة مهمة جدا غير لياقة التمرين خالص فقلت هو بيعمل كده لما غير فتح ما بين الشطين قلت لأ ده كان بيجرب بقى ده هو ما بيديش لياقة الفتحي ده هو كان بيجرب لان اللعب فتح شط واحد جناح يمين طبعا تفكير خاطئ خصوصا انت فيلر مع النادي الاهلي مش بقى لك شهر تلو بقى لك شهر مع الاهلي هقول ماشي يمكن فهم امكانيات فتح غلط لكن تلعب فتحي مهاجم يمين تعارف مهاجم طرف يمين يعني ايه شهرت انا وديت اجائيش وكهرابا مكان فتحي مهاجم الطرف اليمين ده اول لازم يبقى راس حاربة عنده امكانيات الراس حاربة ان الكرة لما بتبقى في الطرف العكسي بيبقى هو جوه زي الهدف بالזبط اللي جاء كهربا كان بلعب الطرف يمين مكان فتحي فتحي كان الشهد الاولاني طرف يمين مهاجم الشهد التاني بقى قهربا هو اللي طرف يمين مهاجم وق five لقشاطها جات بالعرض كهربا دخل راس حاربة سجل الهدف هو ده الطرف اليمين لازم عشان الطرف اليمين في كرة القدم لازم يبقى عنده مهارة عالية جدا بيستلم تحت ضغط بيستلم بظهره فانك تلعب فتح في الحتة دي مصيبة صودة يعني انت فيلر مش مركز مش مع النادي الاهل الفترة دي انت مركز في حاجات تانية فانا معيك لو اللي هتلعب فتح باك يمين يعني فتح اللعب باك يمين وهاني قدامه في مطشا افريقيا هناك هيبقى ضمنت الجبهة دي فيها حتة دفاعية كويسة فتحي كويس وبيقفل جوه كويس لان احسن من هاني في الحتة الدفاعية خبرات فتحي في الحتة الدفاعية احسن من محمد هاني يبقى انت تلعب فتحي عشان بيقفل جوه كويس وقدامه هاني هاني عنده سرعات بيجري بالكرة كويس احسن من فتحي ممكن يعمل الوان تو ويجري ويرفع خصوصا ان انت عندك الرأس حربة مش لعيب كرة الرأس حربة بياخد كرة عرضية زي مروان وزي بجي يبقى ممكن تستخدم هاني في الحتة دي انما احنا لقناك بتلعب بهاني باك يمين وفتحي هو الجناح اليمين طبعا دي حاجة من الحاجات الغريبة اللي بيعملها فيولر الايام دي زي ما قلنا هو مباراة تجربية قبل ما انسع يا جماعة عشان خطري اعمل لايك للفيديو واللي ما اشتركش في القناة يشرفني واشترك لايك للفيديو جماعة عشان الفيديو ينتشر ان شاء الله ويوصل لناس كتير بإذن الله هي بس على حساب الشكل الفني ليه على حساب الشكل الفني انت بتديت الشرط الاولاني بجابها شمال محمود وحيد وقهربة الناس بقالها هسان ما بتلعبش بيعيد عن المباراة تماما فالله يكون فعونهم يعني بصراحة كانوا صعبين عليها جدا والجابها التانية اليمين جابها ما فيش اي مهارة محمد هاني وقدامه احمد فتحي فيش اي مهارة خالص حتى ما فيش اي شغل من هناك هي بس الحسنة الوحيدة ان وليد سلمان ابتدأ ووليد سلمان زي ما اتفقنا انه عنده مفتاح الاهداف والخطورة على الفرقة التانية مفتاح الاهداف ان وليد هو اللي عدى وخد ضربة الجزاء احنا في لغة الكورة لما تكون بتلعب فرقة اقل منك وتسجل هدف كده فتحت المطش وليس سلمان لما خد ضربة الجزاء وجات هدف المطش يعني خلاص ارتاح بقاش في ضغط على اللعيبة المطش خلاص خلص بلغة القرق يا فضل الهدف التاني وليد سلمان هو اللي عمل الهدف التاني برضو كورة مخنوقة اعملها بدماغo القهربا القهربا دست عليها بصها الاجايه اجايه بيشوت جات بالعرض قهربا دست برضو وليد سلمان هو اللي عمل للهاجمة معنا هي كورة راحت ناحية جون اف سي مصر اه بس ما فيش معنى لها ولل سلمان لما حطها بدماغ 03 القهربا الهاجمة بقى ليها شكل ولها اسلوب ولل سلمان مهما يكون حتى سنه كبير ابتدت به هتلعب به شوت تاني ولسه لما عنده السحر لانه لعيب ايجابي اللعب الايجابي ده تلاقيه بياخده القراء ورايح للجون وممكن من نص فرصة يسجل زي القراء النهاردة الفراض اللي خد بها بالان هي مش بتاعته بتاعت المساك لكن ضغط مع المساك لغلطه ودس عليها وخد ضربة جزاء بحرفانة حرس المرمعيني دخل بجسمه كسش ايده عشان بس وليد لبسه ضربة الجزاء زي ما قلنا افسي مصر مع احترامي لها من اول مطشط شفته لها المسم ده اه مجتهدين النهاردة كل حاجة لكن هو فريق درجة تانية بيلعب في الدور الممتاز من اول المسم في الدور الاولاني وانا برضو بحلل مطشط افسي مصر كنت اقول كده هو فريق درجة تانية بيلعب في الدور الممتاز ممكن قنطنطة شوية قنقرطة حلوة في بداية المسم ونهت مع رضا عبد العالم بكرة كويسة مبارح لكن برضو الامكانيات كانت فرقة مع طنطة شوية لكن افسي مصر هو النادي الوحيد اللي داخل المسم السنة دي انه هو تحس انه هو بيلعب دور الممتاز بس اداء شكرا لكم